السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس الرجال على قناة استفهامان الي pen bought in شاء الله نحصل على الديوانة في المغرب كما هي المنتجات الممكنة بتبادها من خارج المغرب و ما ننخلص عليها ولو و كذلك المنتجات التي سمأتهم من خارج المغرب و ضروري أن نخلص عليهم الاستبعبت للديوانة و كذلك نحصل على شركة وعلى الشركة based off و أخيرا سنرى önريكم كيف نشري المنتجات من خارج المغرب وما نخلص عليهم والو في الديوانة إذن على بركة الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش خطي دعمنا بالبرتاج لهذا الفيديو باش يصبحوا أكبر عدد ممكن من الناس ويستفدوا منه وكذلك ما تنسوش الديروجيم لأن هذا التفاعل لديكم مع الفيديوهات ديالنا هو اللي كي خلينا نزيدوا القدام ونجيبوا فيديوهات أحسن وأفضل إذن على بركة الله فأولا خلصنا نعرفوا أشواء قرح تولينا كنخلصوا الديوانة كيف كنا نعرفوا قبل كنا نخلصوا على أي منتوج أكثر من 1250 درهم يعني جبتي شي منتوج من علي إكسبرس أو من أي موقع أجنبي فيلفتي 1250 درهم ستخلص عليه واحد النسبة أما إلا كنتي جبتي شي منتوجات أقل من 1250 درهم فما كنت تخلص عليه أولا أما إلا أخذتي أكثر من عشرة منتوجات فكنا نخلصوا عليهم واحد النسبة لأنهم كي يعتبروا بأن هذا الشراء اللي قمت به فالغرض منه تجاري وليس شخصي كل شيء كان غادي مزيان حتى وصلنا الـ 16 يونيو حيتخرجوا واحد القرار حكومي كي يقضي بأن جميع المنتوجات اللي غادي نجيبوا من خارج المغرب حتى ما نخلصوا عليهم الديوانة سواء كانت منتوجات شخصية أو منتوجات تجارية سواء أقل من 1250 درهم أو أكثر من 1250 درهم ومبيل الأسباب اللي خرجوا هذا القرار كما كنت تعرفوا المشكلة اللي وقع في شين هات الشركة اللي كانوا يخدموا معها البنات وكيجيبوا لي كوموند أقل من 1200 درهم كيكون فيهم بزاف ديال المنتوجات لكن المشكلة هو أنهم كيجيبوا بزاف ديال لي كوموند يعني كتلقى كل كوموند فيها 1200 درهم ولكن جيبها خمسة أو لستة ديال لي كوموند وهذا الشي هو اللي خلال حكومة تخرج بهذا القرار وبالتالي المتضرر الأول في هذا الشي هما صحاب علي إكسبرس لكننا كان نخذه منتوج أو منتوجة إذن هذا هو السبب والمشكل الرئيسي اللي خلالنا دابا نخلصه على جميع المنتوجات دابا غادي نهضره على المستقبل لأن الماضي غادي يخصنا انطويبه لأنه مستحيل يرجع كيف كان إذن أختي كيف كان عارفوه جميعا فأي منتوج خديناه من خارج المغرب فعدنا ثلاثة ديال الحالات اللي يقدروا يقعون لنا فيه فإما غادي يدوز بدون جمارك يعني ما غادي خلص لي حتى شي حاجة أو لا غادي تدوز عن طريق شركة انتع التوصيل هي غادي تكلف بجميع المصاريف وغادي تجمع لك واحد المنتون اللي انت غادي تخلصه ومطبع الحالة غادي عندك حتى لدر ديالك ثم الحالة التالتة اللي فيها تنقل الى مقر جمارك في النواسر وهذه من أصعب الحويج اللي يقدر ترى لك خصوصا اللي كنت خارج در البيضاء إذن كل حالة غادي نحاول نشرحها لكم خوتي باش تفهموا مزيان إذن الحالة الأولى بدون جمارك فهنا الدولة عطينا بعض المنتجات اللي يقدرون نجيبوا من خارج المغرب واللي ما نخلصوا عليها حتى الشي ريال سواء كان المنتون كبير أو منطون صغير وهي الكتوب المجلات أو بعض المنتجات الأخرى فهنا كيف كتعرفوا ديرين واحد لجروب ديال الشراء الجماعي كيكونوا واحد لهميزات اللي ماكيتها داشة 8 ديالهم 10 دريال درهم 10 درهم يعني منتجات اللي كيكون 8 ديالها 50 درهم ولا 60 درهم ولكن عن طريقة الشراء الجامعي اللي ديجا شرحتوا اللي بغي فيهم كتر يرجع للقناة فهذا العروض هذي اللي حد الآن إلا أخذتي منتج واحد فما كيتشدلكش لأن التمن دياله صغير وصغير بزاف لكن بشرط خطي أنكم تستخدموا هذي الوسائل ديال الشحن اللي أمامكم في الصورة الآن فدائما اللي تبغي تشري شي منتج غدي تلقى فيه في ريشيبين ولكن في ريشيبين كيختلف من وسيلة نقل للأخرى فلاحظوا معي هنا في هذه الصورة كينير الرابعة ديال وسائل ديال النقل حاولوا تعقلوا عليهم جوج اللي دير عليهم كروة فحاولوا تجنبوهم لأنهم كذلك ولو كي يخذوا المنتجات اللي أخذتوا يهم من شراء الجماعي وكي يحاولوا يجمعوا ملنك في كل واحدة يقدر يجمعوا عليك ثلاثة ولا يقدروا يجمعوا عليك ربعة وبالتالي غدي تولي وتضطر أنك تخلص شركة سبيداف على هذي المنتجات وهنا قد نهضروا على شركة سبيداف بالنسبة لهذا شركة سبيداف فهي عبارة عن شركة ديال التوصيل اللي تعتمد عليها عليكس بريس بزاف في الشحن ديال المنتجات ديالها من الصين إلى المغرب تل هنا مزيان دبا المشكل اللي يوقع هو أن العديد من المنتجات اللي لنا كنت نخذه من عليكس بريس يعني كتلقى بأنه دازمنت ديوانة بلا حتى شي مشكل ولكن من اللي يجيبوه لك حتى الضار كيقولوا لك باللي خصك انتا تخلص لنا 30 درهم 40 درهم أو 50 درهم حسب ثمن ديال داك المنتج والمشكل الأكبر هو أن هذا الطاكس اللي زادوا علينا تسبيداف ما كان نخذه عليه حتى شي كي تانس يعني أي ورقة كتبت بأننا خلصنا هذا المنتج فقط كيوري لكم بحال الصورة كود ترونت أو كود ساي كونت أو كود سواصنتيس يعني أي رقم كان وراء كود فهو بالدرهم وكان خلصه وهذا هو المشكل اللي واجهناه كاملين ولي حد الآن جميع المغربة اللي كيتقدم من خارج المغرب كيواجهه والأغلب يديا لهم كيحاولوا يرطوا المنتجات ما كيبغيوش يخلصوا هذا الطاكس اللي فرضت عليهم سبيداف بدعوة أنهم ما كيياخدوا شي كي تانس وبالنسبة لي أنا من حقهم لأننا نحن الحمد لله في دولة الحق والقانون فأي مونتو خلصي فضروري يكون عندك ورقة كتبت باللي فعلا هذو كل الأموال اللي خلصتهم غديمشوا الجماريك ولا وما غديش مشوا البلصة أخرى وهذا هو الإشكال اللي واقع وباش يتحلد المشكل فراسال بزاف فما على سبيداف سوا يتوصلوا مع الجماريك وحاولوا يكولابوروا بيناتهم باش يكون عندهم تاهمة واحدة لكي تانس اللي مصادق عليها من طرف الجماريك باش حتى أنا يلقبت المنتج ديالي وخلصت عليه يعطوني ديك الكيطانس كدليل أنني خلصت هذك المنتج الجماريك وما خلصتهم بشي بلصة أخرى وبالتالي ما تنصبش عليها يعني هذا هو الحل بسيط جدا وانتمنا هذا الفيديو يسمعون الناس ديالي سبيداف باش يلقوا لنا شي حل لأنه فعلا الجميع ولك يعني من هذ المشكل إذن هذه هي طريقة الأولى أن سلاكة توصلك بدون جماريك وهنا غدي نهضر على الطريقة الثانية هي أن المنتج تشد في الديوانة وانت غدي تخلص جميع المستحقات للديوانة ولكن انت ما غديش تنتقل لتال عندهم ما غديش تنقل لتال عندهم وما غيجبوه حتى لعندك يعني بحال الدور اللي كتدير سبيداف اللي شرحنا من قبل فهما كيجيو عندك لكن الفرق هو أن هذه الشركة كتكون عندهم واحد الكيطانس ديال الجمارك يعني فيها التمن اللي خلصت عليك في الجمارك وكذلك مصاريف الملف ومصاريف التبعي يعني الفرانشيز اللي كتزيد عليك هاد الشركة لأنها تحمل زاب اللي حويج على قبل أنها تجيب لك هاد المنتج ديالك حتى الدرد بلا ما تنقل لتها حتى الجمارك وبنسبة لي فهذا القضية زوين بزاف لأن والأخيرة فهي تنقل إلى مقر الجمارك فكيش تدو لك المنتج ديالك وخصك ضروري طلع حتى المقر ديال الجمارك وهذا المنتجات اللي غالبا إما كتكون مأكولات أو أدوية وكيت تدخل فيها حماية المستهلك لأنهم كيطلبون منك الجمارك أنك تجيب لهم واحد الواتيقة من عند الناس المتلفين بحماية المستهلك كتتأخذ عندهم واحد الواتيق بالفعل لأن هذا المنتج اللي يجبتي من خارج المغرب فهو صحي وما فيه حتى مشكل وما غديش سبب حتى مشكل للناس اللي غدي ياخده سواء أخذت إنت أو أخذ شي واحد اللي غدي تبيع إليه أو غط إليه إذن هذه من جهة من جهة الثانية كذلك بالنسبة لدرون أو الكاميرا البروفيسيونيل يعني هذو احدهما ما يمكن لكش تدخلهم لذلك يوصل تم وكتقل تقلطهم الجماريك وكتقول لك تجيب لنا كذلك واحد لوتوريزازيون أو وتيقة متعة الساماح لهذا المنتج بش يدخل وهنا خصك تمشي عند الموديلية العامة للاتصال السمعي البصري لكي تأخذ هذه الوثيقة وبالتالي يملك الدعاليهم يعطيك المنتج بدون أي مشكلة إذن هذه الحالة الثالثة إذا يجب المنتج من خارج المغرب إما سيأخذ بدون جمارك أو سيأخذ عن طريق شركة التوصيل أو سيأخذ لك في الديوانة وكذلك ضرورة لنوصل لكي تخرج نتمنى نكون وصلت هذه ثلاثة النقاط بكل ثلاثة لأن هناك الكثير الحوج بقى نشرح ولكن لا نريد فيديو كثير من هكو لذلك أي تساؤل أو مشكل واجهته لا تضعوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو إن شاء الله سنجاوب عليهم واحد بواحد بالنسبة للناس لما دخلو للغروبة تديرنا تليجرام فيسبوك فأجل تلقى الرواب في وصف هذا الفيديو ونضع الهوتال ونضع كذلك منتجات الشراء الجماعي وبالتالي يكونوا منتجات التي تمد لهم قليل وقليل بزاف تستبدو منهم مباشرة بدون أي مشكل إذن وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا البرتاج مع الأصدقاء المهدمين بالمجال وإذا كانت أخي أختي لا تنسوا الاشتراك وتفعل الجرس لكي نصلك الجديد أول بأول